عرفتك من كل شيء ظهر عرفتك مما اختفى واستتار عرفتك من حاضرات الوجود ومما مضى في زمان غبر عرفتك من لفحات الرياح ومن نفحات نسيم السحار عرفتك من وطاة الحادثات ومن رقتين مثل خمل الزهر عرفتك من حكم غلفت بمظهر خير ومظهر شهر الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آنه وصحبه أجمعين حياكم الله أخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامج مواعظ وكنت قد تحدثت في حلقة سابقة عن الزكاة بعنوان وآته الزكاة وهذه الحلقة متصلة بتلك الحلقة تعلمون أخواني ابتداءا أن العطاء له مقابل والزكاة جزء من العطاء والصدقات جزء من العطاء لنساء ممكن يعطي عطاء معنويا ويعطي عطاء ماديا الزكاة جزء من هذا العطاء المادي الله سبحانه وتعالى من سننه أن جعل في مقابل الحسنة حسنة وفي مقابل الإساءة إساءة وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فمن أعطى في الدنيا أعطاه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة ومن منع في الدنيا منع الله تبارك وتعالى عنه خيره في الدنيا والآخرة وها هنا حديث عظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في سنن الترمذي قال ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلغ الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته تصور هذا الإنسان الذي يفتح بابه للمحتاج يفتح له العطاء وهو يعتقد جازما أن الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب خيراته وعطائه وفضله كيف سيكون هذا العطاء؟ كيف سيكون هذا الفتح؟ رتب الله سبحانه وتعالى جزاء للمزكي الذي يدفع زكاة ماله الذي يتصدق بصفة العموم من ذلك أن الصدقة برهان برهان على صدق الإيمان عند هذا المزكي والمتصدق والمعطي ولا تتصورون إخواني إنسان وجه إلى حسابه ويسحب له عشرين ألف ثلاثين ألف دينار وأكثر مئة ألف مضهم اللي الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالمال ويسحب له مئة ألف دينار هي نصيب الزكاة عنده ويخرجها يعطيها الفقراء محتاجين وهذه الأصناف والصناف الزكاة الثمانية دفعه لذلك صدق الإيمان عنده لهذا يقول عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله تملآني أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان هذا هو الشاهد والصدقة برهان يعني برهان دليل صدق إيمان هذا المزكي والصدقة برهان لأنه يعتقد جازما أن صدقة هذه إنما تدخل في حسابها الآخر حساب الثاني حساب الأخرى الأخروي تدخل في حسابها الذي هو بيد الله سبحانه وتعالى والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقوها أو موبقوها رواه مسلم هذا أحد أحد الفضائل للزكاة ثانيا بالزكاة بالزكاة تتنزل البركات واليوم الناس تشتكي وتصيح من قلة البركة يقولون ما في بركة في المال ولا في بركة في الوقت ولا في بركة في الطعام ولا في بركة في الذرية الناس تصيح اليوم من قلة البركة وصياحهم هذا ما ينفع لأننا لو تكلمنا ليل نهار ونحن نقول ما في بركة صوروا أخواني كلام مهم هذا الذي أقوله لو في ليلنا ونهارنا نصيح نقول ما في بركة ما في بركة ما في بركة في المال ما في بركة في الأولاد ما في بركة في الوقت لن تتنزل علينا البركة بهذا الصياح وبهذا التسخط وبهذا التذمر إنما ما في بركة لن تفتح لنا أبواب البركات لن تتنزل علينا البركات إلا إذا إلا إذا أخذنا بمفاتيح التي تفتح لنا أبواب البركة من ذلك ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وآله وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا في كل يوم في كل صباح ملكان ينزلان نحن نعتقد ذلك ونصدق به لأننا مؤمنون نصدق بما أخبر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان والملكان يدعوان وتصوروا أخواني أخواتي دعوة ملك دعوة ملك قال الله في شأنه أنه لم يرتكب معصية قط لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون دعوة ملك لك أيها المتصدق لك أيها المزكي يقولون في هذه الدعوة اللهم أعطي منفقا خلفا يخلف عليك في عطائك يخلف عليك في زكاتك يخلف عليك في صدقتك والخلف قد يكون نماء في المال قد يكون نجاح في تجارة قد يكون توفيق في صفقة قد يكون صلاح في دينك أو في دين أولادك الخلف قد يكون شفاء في مريضك أو دفع بلاء عنك أو عن أحد من أبنائك وبناتك وأهل بيتك الخلف قد يكون ويقام في بيتك بينك وبين زوجتك وتفاهم الخلف قد يكون التئام لأفراد أسرتك أخوانك وأخواتك الخلف قد يكون سعادة تنساب في قلبك لكن يحصل هذا الخلف ونحن نعتقد ذلك إذا أخرجنا زكاتنا في كل يوم أو صدقاتنا لذا قلت لكم ولي نفسي في يومنا الأيام يا أخواني يا أخواتي لنجعل لنا حصالة في البيت في كل يوم نضع فيها مبلغ ابن المال نضع المبلغ ونحن نستحضر قول نبينا صلى الله عليه وسلم ملكان ينزلان فيقولان اللهم أعطي منفقا خلفا حتى لو كان هذا العطاء الذي تقدمه في حصالتك هذه شيء يسير عشر فلس خمسين فلس مئة فلس وضعه الله سبحانه وتعالى يخلف عليك كيف متى أين الله أعلم لكن يحصل هذا الخلف يقينا نعتقده وهذا هو الذي ذكرناه قبل قليل دليل صدق هذا المعطي وهذا المزكي موضوع الزكاة هذا موضوع شيق والحديث فيه متفرع لذا أرجع بقية الحديث تحت هذا العنوان وآت الزكاة إلى حلقة قادمة أستودعكم الله تبارك وتعالى إلى ذلك الحين أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والرشاد والله أعلم عرفتك من كل شيء شعار عرفتك من لامعات الأفق عرفتك من موحشات الغسق عرفتك من نفحات الفلق عرفتك من خلقك المتسق عرفتك من بهجة في القمر عرفتك من أسمة في الزحار عرفتك من بسمة في الزهار عرفتك من ناميات الشجار عرفتك ما لاح نور ونار ومهما يدر كوكب في مدار عرفتك من زمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار